موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرة أخبار 7E News من قناة الظفرة أهلا بكم والبداية مع العناوين موسيقى رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كولومبيا بذكر استقلال بلاده موسيقى محمد بن سلمان القمة تأتي تجسيدا للروابط العريقة مع الدول آسيا الوسطى موسيقى موسيقى دبلوماسيون من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يناقشون ملف كوريا الشمالية موسيقى موسيقى الصين وروسيا تعقدان مناورات مشتركة في بحر اليابان موسيقى هذه كانت العناوين وإلى التفاصيل بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا لمناسبة ذكر استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد أنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو أوريغو غادر فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة البلاد اليوم بعد زيارة رسمية إلى الدولة وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ منصور بن زايد أنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة كما كان في وداعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد أنهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون أنهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة إسعيد ثاني حارب الظهري سفير الدولة لدى جمهورية التركية فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بفئة أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي ضمن جائزة تميز الأعمال العالمية للعام 2023 التي تعد من أبرز جوائز التميز وأكثرها جذباً للمشاركة من منظمات القطاعين الحكومي والخاص في أنحاء العالم واعترفت الجائزة بالحملة الإعلامية خلك حذر كأفضل حملة تواصلية عالمية على شبكات التواصل الاجتماعي واعتبرتها أكثر الحملات الإعلامية العالمية نجاحاً وتميزاً على مستوى التخطيط والإعداد وأفضلها تخطياً للتحديات أثناء التنفيذ أخذة في الاعتبار النتائج المؤثرة التي حققتها الحملة في تحقيق الأولويات والأهداف المؤسسية بدءاً من موضوع الحملة وأهميته البالغة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه الجرائم المقلقة بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي مع وفد رفيع المستوى من شركة سانجرو مزودة أنظمة محاولات التردد للطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة التوجهات الحالية والأهمية المتزايدة لحلول الطاقة المتجددة في المنطقة وأوجه التعاون والشراكات المحتملة بين الهيئة والشركة لتعزيز اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وفد الشركة الذي ترأسه تشاو رينشيان رئيس مجلس إدارة الشركة وضم تومسون مينغ نائب الرئيس لحلول الطاقة الشمسية الكهروضائية والتخزين ولينشياي مدير أول إدارة الحسابات الاستراتيجية الخارجية وقع مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع شراكة مع سي جي أغروتيك الشركة العاملة في مجال السلع الزراعية في نيبال بهدف زيادة حجم التجارة الثنائية في قطاع السلع الزراعية مع دول جنوب آسيا ويهدف المركز من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل حركة تجارة السلع الزراعية بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسية في جميع أنحاء جنوب آسيا وتركز الاتفاقية على تنمية سبل التعاون بين مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة من جهة وشركة سي جي أغروتيك وشركائها من جهة ثانية وهو ما يعزز التجارة ويسهم في تسهيل الاستثمار وتحسين الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء في المركز بحث وكالة أنباء الإمارات وام برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة سبل تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي مع المسؤولين في عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية في نيوزلندا ومشاركة تلك المؤسسات في الدورة المقبلة من الكونغرس العالمي للإعلام خلال نوفمبر المقبل جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد وكالة أنباء الإمارات لنيوزلندا مؤخرا وزار خلالها عددا من المؤسسات الإعلامية هناك في إطار حرص وام على إبرام شراكات متميزة وتعاون وثيق مثمر مع وسائل الإعلام النيوزلندية واستعراض ما تمخض عنه الكونغرس العالمي للإعلام بدورته الأولى العام الماضي من توصيات ومخرجات مع شركائها من مختلف أنحاء العالم شهد منتدى الأعمال الإماراتية التركي الذي انعقد في العاصمة أبوظبي الإعلان عن اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصادرات وقطاعات التشهيد والبنية التحتية والطاقة والضيافة جاء ذلك بحضور كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجاور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار شارك في أعمال المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي البروفيسور عمر بولات وزير التجارة التركي وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحادي غرف التجارة والصناعة في الدولة وسعادة عبدالله ميد الهاملي رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتية التركي بجانب عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كل البلدين وإلى الأخبار العربية والعالمية أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى مشددا على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات وأوضح مجلس التعاون الخليجي والدول آسيا الوسطى في القمة التي عقدت في جدة أهمية استمرار التنسيق بما يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي نتابع مشاهدينا ومقتطفات من البيان الصادر عن القمة حرمين الشريفين الملك سالماء بن عبد العزيز أنا رحب بكم في بلدكم الثاني سأعلم المولى عز وجل أن يوفقنا في قمتنا الأولى لما فيه خير لدولنا لاستربضها بروابط تاريخية عريقة وتأتي قمتنا اليوم المتداد لهذه الروابط تأسيس إطلاق واعدة تستلد لما نمتلك من إذ تاريخي ومكانيات وموارد بشرية ونموه اقتصادي أسنى في أن يبلغ الناتج المحلي دولنا ما يقارب 2.3 مليون دولار ونطلع للعمل معا لفتح أفاق جديدة للإستفادة من فرص المتاحة للتعاون المشترك في جميع المجالات تحديات التي واجهها عالمنا اليوم تستلزم بدل جميع الجهود لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرام في منطقتنا وفي هذا الشأن نؤكد على همية احترام سيادة الدول واستقلالها وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وغورة تكريف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يأثر على أمن الطاقة وسلاسل الإنداد الغذائية العالمية وإذن نبارك اعتماد خطط العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لمدة 2023-2027 بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستقراري وتعزيز التواصل بين الشعوب وإقامة شركات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا لنؤكد استنظارنا في بحث جميع السبل لنتفع العلاقة بيننا نحو مزيد من التعاون الوثيق يطيبوننا في ختام أعمال القمة الأولى نتقدم بشكر جزيلي مشاركتكم وجهودكم بذولة لإنجاح هذه القمة سألين المولى عز وجل أن يبارك جهودنا جميعا وبذلك أعلم ختام أعمال القمة وأرفع الجلسة وأدعو أصحاب السمو في خامل الانتقال لمدابة العشاء بحث الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلى ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في جمهورية مصر العربية مع معالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وأكد معالي عاشور على قوة ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر على كافة المستويات لا سيما في مجال التعاون العلمي والثقافي والتعليمي والتي تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية أضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله وشاهد مراسل فرانس بريس من سطح مبنى في الحي الذي تقع فيه السفارة السويدية الدخان يتصاعد من مبنى البعثة الدبلوماسية المحاط بعشرات المتظاهرين مع انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب كما وشهدت قوات مكافحة الشغب العراقية صباح الخميس وهي تستخدم خراطيم المياه والعصي الكهربائية لتفريق المحتجين وإبعادهم عن السفارة مشيرا إلى أن المتظاهرين رددوا بدورهم برشق القوات الأمنية بالحجارة اجتمع دبلوماسيون من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمناقشة طموحات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وانتهاكات حقوق الإنسان في اليابان وحول هذا اللقاء قال المدير العام لمكتب شؤون آسيا فيما يتعلق بتعزيز الردع وقدرات الاستجابة أجرت دولنا الثلاث للتو تدريبا ثلاثيا للصواريخ الباليستية ردا على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأسبوع الماضي سوف نستكشف طرقا لتعزيز تعاونين للأمنية الثلاثي نشر وزير الدفاع الروسي مقطع فيديو يعرض التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها كل من الصين وروسيا في بحر اليابان تأتي هذه التدريبات بعد توطيد العلاقات بين موسكو وبكين منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني العام الماضي وهي خطوة لم تدنها الصين بعد وكثف الاثنان اللقاءات الدفاعية بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة قال مسؤولون بجنوب أفريقيا أن انفجار مجهول السبب هز وسط جوهانسبرغ مما أدى إلى تدمير طريق رئيسي وإصابة واحد وأربعون شخصا من بينهم اثنان في حالة حرجة وألقت خدمات الطوارئ باللوم في البداية على أنابيب الغاز تحت الأرض لكن شركة إجولي للغاز أكدت أنه من غير المحتمل أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق الممر وقلب المركبات ناتجا عن خط أنابيب غاز أو تسرب كما وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم العثور على جثة في وسط جوهانسبرغ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أطلق مسلح النار على موقع قيد الإنشاء بوسط أوكلاند في نيوزلندا اليوم الخميس مما أدى إلى مقتل شخصين فيما أعلنت الشرطة النيوزلندية مقتل المسلح لاحقا ويأتي هذا الحادث تزامنا مع افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها نيوزلندا وإستراليا كما وأعلن المنتخب الأمريكي المقيم حاليا في أوكلاند المدينة التي وقع فيها الحادث أن جميع لعبيه وموظفيه بأمان أما الآن فإلى مقال اليوم مقال اليوم اخترناه لكم من موقع سبن إي نيوز للكاتب مصطفى الطوسة بعنوان دلالات ورهانات اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء جاء فيه اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء خطوة كان من الممكن أن تأتي مبكرا بعد التوقيع على اتفاقية إبراهيم للأمن والسلام لكن يبدو أن التطورات السياسية التي عاشها الداخل الإسرائيلي حالت دون ذلك فالمشهد السياسي الإسرائيلي عاش نوعا من الارتباك والتغيير حيث خرج بن يمين نتنياهو من الحكومة وعاد إليها بعد انعقاد انتخابات تشريعية مبكرة هناك من يبرر هذا التأخير باحتمالية رغبة الحكومة الإسرائيلية بمفاوضات ثنائية مع المملكة المغربية وانتزاع تنازلات إضافية منها قبل الإعلان النهائي بالاعتراف الرسمي وهناك من يرجح أن إسرائيل كانت تنتظر أن تتبلور المواقف الأوروبية بصفة نهائية قبل أن تحسم أمرها هذا الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء يشكل منعطفا هاما سينعش بشكل كبير العلاقات الثنائية بين البلدين ويمنحها زخما غير مسبوق في إطار تفعيل شراكة متنوعة الأبعاد بين المملكة المغربية وإسرائيل هذا القرار سيشجع تدفق الاستثمارات الدولية في منطق الصحراء المغربي انطلاقا من النفوذ الكبير الذي تحظى به الشركات الإسرائيلية في المنظومة المالية العالمية هذا القرار سيشكل ضوءا أخضرا لرفع وتيرة الاستثمارات الدولية في منطقة الصحراء المغربية الغنية والواعدة بالإضافة إلى أن هذا الاعتراف سيرسخ تحالفا عسكريا وطيدا بين المملكة وإسرائيل المعروفة عالميا باكتسابها أفضل التكنولوجيا العسكرية المتطورة تم العثور على حوالي 300 بطريق ميتا على شاطئ بونتا في الأورغوي وصرح مؤسس أحد جهات النفع العام المتخصصة في الإنقاذ ريتشارد ديسور أن سبب هذه الخسارة هو نقص الغذاء الذي يعز إلى الصيد الجائر حيث أن الحيوانات حزيلة للغاية نزل المئات من طلاب الطب إلى الشوارع في برلين احتجاجا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبدفع أجور منصفة خلال فترة تدريبهم الذي يستمر لمدة عام بعد دراسة لمدة خمس أعوام بعد أن نستطيع العمل في مدينة لمدة خمس أعوام يجب أن نعمل في المدينة لمدة خمس أعوام وفي الوقت لا يوجد عمل لذا هذا غير غير وإلى كاريكاتير اليوم اخترناه لكم من جريدة الاتحاد الإماراتية بريشة الفنان شريف عرفة وإلى إنفوغراف اليوم اخترناه لكم مشاهدين من سبوتنك قلب العربي بعنوان خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة وإلى تغرير اليوم اخترناها لكم من مكتب دبي الإعلامي بعنوان جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية جزءا من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية أول نظام صحي أكاديمي في إمارة دبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإلى التغرير الثانية بعنوان قدم مجلس شباب تدرى ورشة حول الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج فعاليات المخيم الصيفي التي تنظمها جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في العين معاكم المهندس عمر السويدي من هيئة تنظيم الاصطناعي والحكومة الرقمية اليوم نحن في جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل قدمنا ورشة توعوية عن الذكاء الاصطناعي للأطفال والمشاركين في فعاليات الجمعية هذه الواشة من مبادرات بجلس شباب هيئة تنظيم الاصطناعي والحكومة الرقمية لتعزيز السيدان وذكاء الاصطناعي وإلى حديث الكاميرا لهذا اليوم إذ تستمر فعاليات صيف أبوظبي حتى العشرين من أغسطس القادم وتعد هذه الفعالية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط أما الآن مشاهدينا فإلى أخبار الاقتصاد من سبني نيوز أعلنت كوناريس ثاني أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات عن إبرام شراكة مع سي أن دي وتركز على خدمات عمليات سلاسل الإمداد وتطوير المشاريع العقارية وتتخذ من مدينة شيامن الصينية مقرا لها ومن شأن التعاون بين الطرفين أن يمكن الشركة الصينية من توزيع منتجات الفلاذة الصيني عالي الجودة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقا من الإمارات بما يعزز الروابط التجارية بين الصين والمنطقة وأجرت مراسم التوقيع الرسمية للشراكة بين الجانبين بمقر مصنع الحديد والصلب التابع لشركة كوناريس رفع البنك المركزي التركي الخميس للشهر الثاني على التوالي معدل الفائد الرئيسي من 15% إلى 17.5% في محاولة منه للحد من وطيرة التضخم المتسارع وقال البنك المركزي في بيان أنه قرر رفع معدل الفائدة بمقدار 2.5 نقاط مع الاستمرار في تجديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخم وأوضح المصرف في بيانه أنه سيواصل تدريجيا تجديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم أتت خطوة نتفليكس فرض رسم إضافي على مستخدميها نظير تشاركهم كلمات سر حساباتهم مع آخرين ثمارها اتجاوز عدد مشتركيها 238 مليون أي بزيادة 5.89 ملايين في الربع الثاني ما يشكل قفزة غير متوقعة لمنصة البث الرقمي وأوضحت الشركة في بيان لها أن الإرادات في كل منطقة من العالم ارتفعت عما كانت عليه قبل هذا التغيير وأن عدد الاشتراكات بات أكثر من الإلغاءات وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم العربية والخليجية نتابع النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7E News أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي لشطرنج استحداث بطولة السفارات لأول مرة وذلك ضمن النسخة 29 من المهرجان الذي تبلغ جوائزه المالية 300 ألف درهم والمقرر إقامته خلال الفترة من الرابع عشر حتى الخامسة والعشرين من أغسطس المقبل على أن تقتصر المشاركة في البطولة على العاملين بالسفارات داخل الدولة وأكد حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان اكتمال كافة الاستعدادات لإنجاح المهرجان والذي يشتمل على منافسات بطولة الأساتذة الرئيسية والبطولة المفتوحة وبطولة الناشئين تحت 16 سنة انضم مبابي إلى تدريبات فريق سان جيرمان قبل التوجه إلى اليابان في الثاني والعشرين من يوليو في جولة تحضيرية للموسم الجديد كما ورافق انبابي كل من نايمار ولاعبون جدد والمدرب الجديد لويس أنريكي ويعقد هذا التدريب مع ترقب الجماهير للأحداث الجارية بين نادي باريسن جيرمان وانبابي حيث توعدت إدارة النادي باستبعاده من التدريبات الجماعية وإرساله إلى المدرجات ومن المتوقع أن فترة تواجد انبابي في اليابان حاسمة في مسألة هذا الخلاف وهي التي ستحدد استمراره مع النادي أو الانتقال وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كولومبيا بذكر استقلال بلاده محمد بن سلمان القمة تأتي تجسيداً للروابط العريقة مع دول آسيا الوسطى دبلوماسيون من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يناقشون ملف كوريا الشمالية الصين وروسيا تعقدان مناورات مشتركة في بحر اليابان كنا معكم مشاهدين من سبين اي نيوز في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة